يصر الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية على عدائه للإسلام ليظهر ذلك جلياً في تقريبه لكل من عرف بالعداء للمسلمين والإسلام فاللبناني وليد فارس والذي يرجح أن يكون موجه السياسة الخاصة بالعالم العربي للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب يتصدر تحقيقاً نشره موقع إيرمان يوز فارس الذي فر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1990 للميلاد حينما استولى النظام السوري على لبنان حيث قدم فارس نفسه للأمريكيين بأنه خبير الأمن القومي ومكافحة الإرهاب وقد نجح في توطيد علاقته بالدوائر الرسمية والجناح المناهد للمسلمين في الحزب الجمهورية انتقل وليد فارس من تدريب المسلحين اللبنانيين إلى تعليم القانونيين والاستخبارات الأمريكية حول الشرق الأوسط ثم إلى تقديم المشورة إلى أمراء الحرب اللبنانية وتقديم المشورة إلى صناع القرار الأمريكيين ويقول أستاذ مركزي جورشتاون للسلام والدراسات الأمنية بول بيلر محذراً المخابرات الأمريكية بقوله لابد من تسليط الضوء على أي شخص يمكن أن يؤثر في الرئيس الأمريكي استطاع فارس أن يلفت أنظار المرشح الرئاسي الجمهوري السابق ميت رومني عقب فوز رئيس باراك أوباما في انتخابات العام 2008 الذي وعده خلال مأدبة عشاء بمهمة كبيرة داخل البيت الأبيض تقديراً لمساعدته في فهم سياسات الشرق الأوسط بشرط فوزه في انتخابات عام 2012 فارس الذي يظهر عداءه للإسلام في تقديم المشورة لرومني يعتبر جزءاً من حركة باميلا جيلر المعادية للمسلمين التي تقف وراء حادث مسجد جراوند زيرو وقد أعلن عداءه للإسلام في كتاباته في مجلة فرونت للمحافظة ديفيد هوريتز وأيد كتابين من قبل روبرت سبينسر الذي يفترض أن المسلمين هم جزء من مؤامرة لفرض القانون الإسلامي على غرار طالبان في الولايات المتحدة كما أثبت التحقيق أن فارس يعمل في المجلس الاستشاري لصندوق كلاريون والذي أصدر سلسلة من الأفلام تحذر من طابور خامس للمسلمين في الولايات المتحدة